اشتركوا في القناة نزلنا الشارع علشان نعرف رأي الناس ونسألهم عن الابتزاز الالكتروني بقى بها يعني ان يعملون لهم حاجة ياخدوا منهم فلوس فيش حد يدوس على اي لينك يعني كل ده كاترة الالكترونيات اللي بيجوا في التليفزين وفي المواقع التواصل الاجتماعي وكده بيحذروا اني ما دوسش على اي لينك يا جماعة لازم نبلغ اي ان كان المشكلة يعني ما تخافش لازم تبلغ ولازم تحمي نفسها واهم حاجة ما تخبيش عن اهلها انا بنصح لأي انسان في الدنيا اي حاجة انت بتحطاها على السوشال ميديا تبقى انت قادر تتواجه بيا اي حد تاني فبالتالي الابتزاز بيجي لما يكون في حاجة انا عايز اخبيها دولة تخصص حاجة للموضوع ده يعني المحاكم فيها قضايا كتير جدا فما حدش هيهتم من السرق او القتل ده كله الابتزاز فلازم يكون فيه رقابة مخصصة في كده وسي احب طبعا انصح الناس ان هي تتكلم لان في كثير من الاحيان يعني الناس بيبقوا خايفين بالذات البنات البنات بتبقى حاسة شوية ان هي مش قادرة او حسن ايه عاملة حاجة غلط انا فعلا اتعرضت لي وفعلا عملت قضية كان فيه جزء جريمي هم تعاقبوا عليه وانا عملت قضية وخدت تعويض مادي على الابتزاز اللي عاملوه دوت فعشان كده انا متحمس قوي ان يبقى فيه وقف الموضوع ده للأسف شايفة ان هي ظهرة ما بين فئة عمرية صغيرة شباب ناس جهلة مش عارفة تتعامل مع التقنيات الجديدة بتستغلها اسوأ استغلال وللأسف بيحصل منها مشاكل ودائما بتتعرض الازية بتبقى مقصود فيها اكتر البنات بعض الاشخاص انا عرفهم شخصيا اتعرضوا للمواكف دي وتعرضوا للحاجات دي بس المفروض ان يكون فيه مثلا ايه حاجة رادي عام يعني المفروض يبقى فيه حاجة يعني مثلا تنظيم معين من الدولة أو شيء معين يبقى فيه سرعة في الرد على الكلام ده تعريف الابتزاز قانونا هو كل تهديد أو مساومة بغرض القيام بأمر معين أو عدم القيام بأمر معين أو حتى التهديد بهدف كسر العين أو السيطرة على تصرفات وسلوك شخص معين فلو أنت أو أي حد يخصك تعرض لابتزاز إلكتروني تواصل فورا مع مباحث الإنترنت على الأرقام التالية 0224-065051 أو على الخط الساخن 108